للمزيد حول ذلك ينضم إلينا من واشنطن مرسلنا جو تابت جو ضعنا في التاسعة في صورة ما يحدث كيف انعكست وتنعكس كل هذه النتائج على تصريحات الإدارة الأمريكية في واشنطن حتى هذه اللحظة لم تكتمل النتائج الصورة هي على الشكل التالي عملية فرز الأصوات مستمرة أقله في ثلاث ولايات هي نيفادا أريزونا وجورجيا على مستوى مجلس النواب لن نستطيع معرفة من سيسيطر عليه إلا الأسبوع المقبل العمليات الفرز قد تستغرق أياما قليلة إضافية لكن الترجحات لا تستبعد أن يفوز الجمهوريون بأغلبية أو بأكثرية بسيطة فيما يتعلق بمجلس الشيوخ كلا الحزبين يحتاجان إلى مقعدين لكننا لن نتمكن من معرفة نتيجة مجلس الشيوخ إلا حتى الأسبوع الشهر المقبل ديسمبر السادس من ديسمبر حيث ستتم إعادة حصول عملية انتخابية في ولاية جورجيا دعيني أشير إلى أن أمام هذه الصورة الشاملة للانتخابات ثمت شيء لافت أن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدأ أنهما يتفقان على القضاء على الرئيس السابق دونالد ترامب ونفوذه في الانتخابات وهذا ما لمسناه في ولاية بنسلفينيا وأيضا في تحليلات وتعليقات وسائل الإعلام اليمينية على سبيل المثال شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست هتان الوسيلتان الإعلاميتان المحافظتان في الواقع انتقدت دونالد ترامب واعتبرتا أن إسهامه ومساهماته السياسية تسيء إلى الجمهوريين إذن طبعا المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات على مستوى سياسة الرئيس جو بايدن الذي طبعا سيلقى معارضة قوية في مجلس النواب وأيضا على مستوى السياسة الداخلية للحزب الجمهوري كل ذلك قبل انتخابات الرئاسية عام سنة 2024 حتى اللحظة من واشنطن جو تابت شكرا جوزينا لك جو